في أوروبا نجم ونجح تقين مع افسي زوريخة؟ أظل يا إسلام، كل تجربة وفيها الإيجابية متاحة ما نتصورش تنجم تقيم تجربة ونقول وفيشل ولا ناجح أنا برسونال مو كل تجربة اخرجت منها ربع حاجة بالنسبة للزوريخ خاطر قعدت بريودة كبيرة برشا ممكن الخارجة الأولانية في ألمانيا تعرضت البارشا ناقدة، لقد صبر مشكلة فيه أنه ما يلعبش وطلقى روحك كنت هنا نجم وين تمشي ناس كل تفرح بيك؟ تمشي غادي تلقى روحك إنسان عادي ساميلا عليك كان معاك وقتها؟ لا ساميلا، ما كانش برودة ذيك، قد نذكر وقتها كان كريم في ألمانيا تعرضت البرشا ناقد تعرضت من بعدها الإصابة حالتني ممكن أن نمشي حابت أنه تم كواريس أخرى يعني صارت رجعت وقت السويسرا في السويسرا يتحدث بالألمان اللغة الألمانية اللي لقيت روح يعني نحكيها ونعرف العقلية وجي إسي باش ننجح في التجربة ذيك، والحمد لله عدي ست أسنين بهين عشت فيهم عملت ديو ممتياز وقتها وانت فكر ما تشويت كبار في الأولوبا الحمد لله ياسين وزادا شيكر وقت اللي جاء شيكر زواغي الحمد لله ينافخة ممكن اللي يعملها ياسين الانتباع الإيجابي اللي خلاه المسؤولين يخم وزادا في اللاعب التونسي راهوا ديما اسلام وقت اللي تخرج للبرة مشكان انه اللاعب تغذر الروح تغذر البرشة للمستقبل خاصة اللاعبين اللي بش يجيون بعدك اليومين هيدا ده راهوا برشة تاو حتى دانيارمون مدرب اللي شاد في زوريخ لعبتنا وياه اسم كبير عنده تاريخ كبير ويسأل فيه على برشة لعبين توانسة لليوم تكون سألك مثلا نعطينا اسم كبير اخر مسألني سألني على سعد بجير لعبين توانسة وقت كانوا يخموا فيه وحبوا وقت يجيبه للزري وقت هو فترجي وقت هو فترجي اما كنت فهم شوية عنصورية خاصة نعنى منها ياسين الشيخاوي هي العنصورية ممكن ممكن البرويد هذيك صعيب صحيح اتعرض ياسين الهجمة واحنا تعرضنا بكلنا الهجمة لكن تعدناها كنا صليدير ولقينا يعني سوتيان من اليكيب ومن المجموعة اشخلاهم يعني التلمون محترمين تلمون الامبريسيون الباهية اللي وقت وصلوا باش تخامم جمعية ان تعمل فستاج في بلادك وتحاول انو اللي مايو باش تكتب عليهم بالعربية لديك حاجة ايجابية صحيح اه شكون ياسين ياسين غير رئيس الجامعية اه يعني اه كان صعيب برشة في النيكوسيسيون مع الجامعيات ويحب ياسين برشة عنده استاتيو كبيرة في زريخ ناس كل تقدرو البرستاسيون الكبيرة اللي عملها في البادومة مشايق باللي صابت المهر متاعه كان غالي برشة صحيح اذاك عليك تتفاكر حاجة تسألوكم عنصورية انتي وياها لا الحقيقة في الفتيران لا كان ديما حتى نذكر التوال العلم تعتونس ديما موجود اه الناس تقدرنا عملنا يعني مردودة كبير برشة خلينا البصمة متاعنا اما الممكن البرة بتاتر الاكسيدون التعرض له ياسين اللي خليهم انه باش يغير الجوة اما خرجتك امين من زريخ كان في عنصورية شوية المدرب قال لك وقتها اه ما قلش نك اه المدرب والله ياسين اعتيك صحة صحيح اه ذكا اسمعتها في بلق اخر مع احترامي للمدرب اللي قال كان ذكا مدرب في المستير امتاعي اول تحديث معها عسلامة اعسلامة قال لي في بالي بيك انا محبش انتوانسة اه موش في زريخ لا موش في زريخ مدرب كبير جاي للزريخ وحبي خاطر اسمه كبير كان متأثر بيه الرئيس وجاء بعقلي انه يحب يجدد ويعامل على الصغار واللي قادر الكل متعلي كيب يحب يخرجهم الديجاة ثم اسمي كبار تاولا نتفرج فيهم في الشامبيان الزيق ولعبوا دانيار مون في جماعيات كبار كما سبون؟ كما بيرد جيم سيتي تاولا في تالانتا دافيد كيميانتو ديما كلهم مهبتنا لسبور وكانت الكوميونيكاسيون يعني خايب برشا في الكوميونيكاسيون متكبر علينا متعلي علينا لماذا خليها وقتا جزيوري اختحت للدوزين ديفيزيون اللي قال هذك شكول مدرب؟ لا ما عايش حالي نذكر اسمي في ألمانيا في هرتا؟ لا لا في مدربة ما هو المحافظة في تونسا في السعودية في السعودية؟ قال لي صارت لي برشا ما سأكل مع تونسا وراني ما نحبش تونسا قلت له انا ما نشتونسا أمين طول كنا نطلع على الكرير متاعك أمين بداية كانت تقوية برشا وقتا مع اليتوارد كنا نتوقع أمينيا يمشي الكبير كبير في أوروبا يعني مثيرا خير بصراحة حتى تمنينا كنا نتوقع والله حتى أنا تمنيت ما هو اللي يجب عليك استعمال مثلا ما نقول لك اسلام وقت اللي تلقى انت روحك في انباس في نانسيارمان انجاجمان كبير برشا وقت المشيت للمانيا أنا كنت نتمنى نتمنى وهولي اليوم حلمي كان اني نقعد في ألمانيا خطر ألمانيا ديمونسيون أخرى وكورة أخرى عليش مقعتش؟ خطر وقتها صرت لي مشاكل باش انه ندفع الفلوس متاع جيسكا خلتني نمشي خايش هذا سبب أول كانت كنت ملزوم باش تنبشي ذاك اللي عملت لي منع اليوم من هذين نتحصر عليها عملت لي كما نقول احنا منع رجل باش نمشي للمانيا من المانيا نمشي ساعد معنى انتزامك بدفع الفلوس متاع جيسكا نجمي قد عملت لي تورنون في مسيرتي وبعدها وقت اللي في زوريخ وعديت أول موسم تم اختياري كأحسن لعب في زوريخ جاني عرض من فولسبورغ ورئيس طلب صومة كبيرة برشة اندمت على الالتزام هذا؟ ايه اكيد كنت نحبذ انه قلتلك لي اليوم ندم اني خرجت من المانيا